يوم العوالم في الجهالة أظلمت والكفر سلق سيفه المسلول ولد الرسول كألف شمس أشرقت فأضاء ليلى العالمين رسول وغدت صحار الأرض أين عواحة وتعقلنت بعد الضلال عقوله هو أحمد المختار خير معلم نور يردد وحيه التنزيل نور يردد وحيه التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس جميعا فاقتضت هذه البعثة أن يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء مهامه التعليمية أن يتعامل مع مختلف طبقات وفئات وشرائح المجتمع تعامل مع الكبير والصغير ومع الرجل والمرأة ومع العالم والجاهل ومع العاقل والسفيه ومع المؤمن والكافر التعامل مع هذه الفئات المختلفة أمر صعب لا يدركه حقيقة إلا المعلم عندما يقف في قاعة التدريس ويرى هذا الاختلاف الكبير في طلابه ويحاول أن تصل رسالته التعليمية إليهم جميعا كانت المهمة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي هؤلاء جميعا وأن يتلو عليهم آيات ربه وأن يعلمهم الكتاب والحكمة فاقتضت هذه المهمة العالية أن ينوع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرائقه وآساليبه التعليمية وأن يلونها من حين لآخر تبعا لطبيعة المتعلم أو الموقف التعليمي أو الرسالة التعليمية وكان الهدف من كل هذا هو أن يتم تحقيق أعلى مستوى من التعلم باختيار أفضل الطرق والأساليب وضوحا وأوقعها أثرا على المتعلم وأقربها فهما وأرسخها ثباتا وفي هذا اللقاء وأيضا في اللقاء التالي سوف أستعرض أبرز الطرق أو الأساليب التعليمية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها لأداء رسالته النبوية في التربية والتعليم وسأستشهد على كل طريقة على كل أسلوب بمثال أو مثالين من سنته العملية صلى الله عليه وسلم نبدأ في أول الأساليب وهو من أهمها وهو قضية التطبيق والممارسة الفعلية أو ما يسمى بالبراكتس يعني عندما نريد أن نعلم المتعلمة أمرا ما أن يتم تطبيقه أمامه ويكون هذا بقصد تعليمهم من الأمثلة على ذلك ما ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور يعني كيف نتوضى فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم أن يقول له اغسل يديك واغسل وجهك واغسل كذا إنما أراد أن يطبق الأمر عمليا معه فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء رواه أبو داود وهذه وسيلة وسيلة التطبيق الفعلي العملي من أجل أن تصل الرسالة التعليمية للمتعلم في أوضح وأظهر وأبهى ما يكون أيضا من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صنع له المنبر والمنبر له ثلاث درجات تواجه المصلين ويصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أداء الخطبة استفاد منه صلى الله عليه وسلم واغتنمه لكي يعلمهم الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي معهم في نفس المستوى فربما لا يدرك بعضهم أن يرى صلاته فجاء صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر واستقبل القبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام يعني دخل في صلاة حقيقية وليست في تعليمهم الصلاة بشكل تجريبي كبروا خلفه واقتدوا به ثم قراء وركع وهو على المنبر مرتفعا عنهم ثلاث درجات فركع الناس خلفهم ثم رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم وهم ينظرونه صلى الله عليه وسلم ثم لما حان وقت السجود رجع القهقراء يعني رجع إلى الخلف نزل من الدرجات الثلاث حتى وصل إلى الأرض ثم مال قليلا فسجد على الأرض وسجد الناس فلما فرغ من السجدتين عاد إلى المنبر وصعد الدرجات وفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي رواه البخاري ومسلم طبعا علماء التربية والتعليم يؤكدون أنه كلما كانت الرسالة التعليمية تأتي في قالب تطبيقي عملي يمارسه المتعلم أو يرى معلمه يمارسه أمامه كلما كان هذا أدعى إلى فهم واستعاب الرسالة التعليمية والحقيقة أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا عمليا وممارسة عملية لما يعلمه ويدعو إليه وقد وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواه أحمد ووصفه الله عز وجل عندما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بل كان صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا تأتي بها الأدلة كان أسبق أصحابه في تطبيق ما يعلمهم ويدعوهم إليه وما كانوا يطيقون منافسة أو مقاربة يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء أمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعى يعني لم أستطع أن أجاريه في صلاة طول في الصلاة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وسئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا يعني بعض الأيام يخصها بالعبادة وبعض الأيام للراحة قالت لا كان عمله ديمة يعني يعمل في جميع الأيام بالطعات وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق رواه البخاري وأحمد المصطفى البر الأمين بنبله وبفضله والأسوة المعطاء ولأنت سيد خلقه بك كرمت كل البرايا وزدها الحنفاء الوحي وحي الله أنت مكانه وبيانه وصراطه الوضاء قرآنه يهدي قرآنه يهدي لأقوم منهج في العالمين وآيه غراء أبرمت أمر الله عدلا محكما في الكون فاتزنت به الغبراء فأضاء ليل العالمين رسول إن الهدف الذي سبق به رسول الله صلى الله عليه وسلم المنظومات التعليمية الحديثة لا يسعى فقط إلى تكوين المواطن المسؤول بل يسعى إلى هدف أسمى وأغلى وهو تكوين المسلم المسؤول المتحرر من شهوات نفسه وأنانيتها ورغباتها العدوانية وأهوائها الشخصية أهلا وسهلا بكم من جديد من الطرق أو الأساليب التعليمية النبوية والتي جاءت بها النظريات التربوية الحديثة ما أسميه الإبهام للتشجيع على البحث أو ما يسمى اليوم التعليم بالاكتشاف أو المعلم قد يجد أحيانا أنه من الفائدة للمتعلم أن يغطي الرسالة التعليمية بشيء من الإبهام والغموض من أجل أن يحث وأن يدفع المتعلم إلى البحث والكشف عن مضمون ومحتوى هذه الرسالة التعليمية هذا الأسلوب فيه فائدة كبيرة من أهمها غرس دافعية المتعلم نحو التعلم يعني لا نعطي المتعلم كل شيء جاهزا إنما أن نزرع فيه هذه الدافعية لأن الدافعية متى ما ترسخت في نفس المتعلم نتج عنها حب البحث والاكتشاف والتعلم الذاتي في الحياة سواء كان في المؤسسة التعليمية أو في خارجها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك هذا الأسلوب أحيانا لكي يؤدي رسالة تعليمية بدلا من أن تصل جاهزة واضحة كان يغطيها بشيء من الغموض من أجل أن يدفع المتعلم للبحث والكشف عنها لأنها ستبقى في نفسه وسيكون لها الأثر الكبير في نفس المتعلم أعطيكم مثالا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه وصحابته حوله فجأة قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فدخل المسجد رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوءه يتقاطر منها قطرات الوضوء تعلقا عليه في يده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع نفس الرجل على نفس الهيئة لما كان في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وطلع نفس الرجل على نفس الهيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم لماذا هو من أهل الجنة لماذا استحق هذا الرجل الجنة إنما أعطاهم دفعا وتشجيعا نحو البحث والكشف فجاء أحد الصحابة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه دفعه هذا أن يبحث عن السبب لماذا فلما انصرف هذا الرجل الذي بشر بالجنة تبعه عبد الله وقال له كأنه الآن يريد أن يبحث عن مبرر لكي يطلع على أحواله الشخصية من أجل أن يتعرف لماذا استحق الجنة فقال عبد الله إني لا حيت أبي يعني تخصمت معه فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا يعني يقول أنا غضبت فقلت لن أدخل البيت ثلاثة أيام فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي تلك الأيام فعلت قال الرجل نعم يعني تفضل ضيفا عندي ثلاثة أيام فبات عبد الله معه تلك الليالي الثلاث لم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه كان إذا تقلب في فراش وانتبه أثناء النوم ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر يعني ليس هناك قيام لي ليس هناك من الأعمال ما يدهش وربما يبين سبب دخوله الجنة لكنه في كل هذه الأيام الثلاثة لم يسمعه يسب أو يشتم كان لا يقول إلا خيرا كان يعني عبد الله يبحث عن العمل الصالح المميز الذي كان هذا الرجل الذي بشره رسول الله بالجنة يعمله فلما مضت الثلاث ليال وكاد عبد الله أن يحتقر عمل هذا الرجل يعني لم يجد عنده شيئا قال للرجل وصارحه وكاشفه قال له إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت لثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت هي صلاة المعتادة وأعمال المعتادة التي يعملها كل المسلمين فلما ول عبد الله لم يطلع على حقيقة الأمر يقول إذا به يدعوني ويناديني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق رواه أحمد يعني كان لا يحمل في نفسه غشا ولا حسدا ولا احتقارا لأي مسلم ولا تكبرا عليه ولا مماحكة أو نوع من المدابرة والمخاصمة كان قلبه صافيا سليما على المسلمين هذا مثال من الأمثلة اكتشفه عبد الله بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعريم من الأمثلة أيضا أن رجلا كان مسؤولا عن ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حمل وصيانة الأمتعة الثقيلة للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه كركرة فمات هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار ولم يبين لهم السبب فدفعهم هذا الأمر وهذا الإبهام لاكتشاف السبب فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عليه عباءة قد غلها غلها يعني أخذها من الغنيمة في الجهاد في سبيل الله خفية قبل قسمتها رواه البخاري وأحمد وابن ماجة طبعا في كل المثالين يأتي التوجيه النبوي المحمدي لأصحابه ولأمته لنا جميعا أن نتعرف على بعض أسباب دخول الجنة وعلى بعض مجيبات دخول النار وذلك طلبا للأولى وفرارا من الثانية لكن بدلا من أن تأتي في قالب مباشر واضح أتت بهذه الطريقة التي تدعو وتحث على الاكتشاف سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد وتارة مصقولة أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل أولد الرسول كألف شمس أشرقت فأضاء ليل العالمين رسول وغدت صحار الأرض أين عواحة وتعقلنت بعد الضلال عقول هو أحمد المختار خير معلم نور يردد وحيه التنزيل نور يردد وحيه التنزيل ترجمة نانسي قنقر